اهلا وسهلا بكم معنا في لقاء آخر ورمضان مبارك سعيد بعث لي احد المتتبعين بقصة اود ان اشاركها معكم وان احكيها لكم للعبرة ملخصها كالتالي انه كان لعبدالله بن الزبير رضي الله عنه مزرعة في المدينة مجاورة لمزرعة يملكها معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما خليفة المسلمين في دمشق وفي ذات يوم دخل عمال مزرعة معاوية الى مزرعة ابن الزبير وقد تكرر منهم ذلك في ايام سابقة فغضب ابن الزبير وكتب لمعاوية في دمشق وقد كان بينهما عداوة قائلا في كتابه من عبدالله بن الزبير الى معاوية اما بعد ابن هند اكلت الاكباد فان عمالك دخلوا الى مزرعة فمرهم بالخروج منها او فولدي لا اله الا هو ليكونن لي معك شأن فوصلت الرسالة لمعاوية وكان من احلم الناس فقرأها ثم قال لابنه يزيد ما رأيك في ابن الزبير ارسل لي يهددني فقال له ابنه يزيد ارسل له جيشا اوله عنده واخره عندك يأتيك برأسه فقال معاوية بل خير من ذلك زكاة واقرب رحما فكتب رسالة الى عبدالله بن الزبير يقول فيها من معاوية ابن ابي سفيان الى عبدالله بن الزبير ابن اسماء ذات النطاقين اما بعد فوالله لو كانت الدنيا بيني وبينك لسلمتها اليك ولو كانت مزرعة من المدينة الى دمشق لدفعتها اليك فاذا وصلك كتابي هذا فاخد مزرعة الى مزرعتك وعمالي الى عمالك فان جنة الله عرضها السماوات والارض فلما قرأ ابن الزبير الرسالة بكى وصافر الى معاوية في دمشق وقبل رأسه وقال له لا اعدمك الله حلما احلك في قريش هذا المحل دائما تستطيع امتلاك القلوب بحسن تعاملك وحبك للغير وتذكر دوما بان من ابتغى صديقا بلا عيب عاش وحيدا ومن ابتغى زوجة بلا نقص عاش اعزبا ومن ابتغى قريبا كاملا عاش قاطعا الرحمة فلنتحمل وخزات الاخرين حتى نعيد التوازن الى حياتنا اذا اردت ان تعيش سعيدا فلا تفسر كل شيء ولا تدقق بكل شيء ولا تحلل كل شيء فان الذي حلل الالماس او الذين حللوا الالماس وجدوه فحما لا تحرص على اكتشاف الاخرين اكتر من اللازم الافضل ان تكتفي بالخير الذي يظهرونه في وجهك دائما واترك الخفايا لرب العباد لو اضطرع الناس على ما في قلوب بعضهم لبعض لما تصافحوا الا بالسيوف اتمنى لكم راحة النفس والتمأنينة تمأنينة القلب والسلام عليكم والى لقاء اخر اشتركوا في القناة شكرا